طيب هو من الصبح طبعا بدأت عدة مواقع عالمية بدأتها هيئة البس الاسرائيلية نشرت الخبر الحقيقة وقالت انه قطر طلبت من حماس مغادرة الدوحة وتلتها بعد ذلك او تلاها بعد ذلك موقع اكسيوس واعتقد انه الفاينانشال تايمز هو اخر من تحدث وبعدين اخر هم رويترز لا رويترز لقن الفاينانشال تايمز قالت انه لم يعد امام قادة حماس فترة من الوقت مش ميدينهم موهلة كبيرة وشوفوا يا جماعة احنا قلنا انه قولة الحق تكلفك الكثير لو رحت اتفرجت على مسلسل عمر بن الخطاب المسلسل اللي عبقال اللي انا حافظه تقريبا الحلقة 22 انا بقولك او مسلسل عمر بن الخطاب الحلقة 22 المشهد اللي بيوصف فيه سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه بيوصف فيه سيدنا عمر قبل ان يموت بعد ان ولاه الخلافة بعده اعظم جملة فيه اعظم جملة فيه جملتين قالهم سيدنا ابو بكر وهذه طبعا مش يعني هذه مكتوبة في كتب السيرة يعني مش حاجة تأليف المؤلف يعني انه سيدنا ابو بكر قال لعمر اتق الله يا عمر ولما تسمع ابو بكر بيقول لعمر اتق الله لازم قلبك اتخلع اما لنا وانت وانت وقال له اتق الله يا عمر واعلم انه ما وضع في ميزان العبد افقل من اتباعه الحق افقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة اتباعه الحق فاحنا نتبع الحق لم نتبع دول ولم نتبع دول مهما كلفنا الامر وانا اجتهد في ذلك ما واسعنا فالحكاية مشت بالتدريج كده الاخبار مشت حوالين هذا الامر طبعا رويترز في الاخر قالت انه قطر انسحبت من المفاوضات وطلبت انه قادة حماس يخرجها طبعا الكلام ده اشيع من فترة من حوالي اربع خمس شهور قطر في الاول وفي الاخر دولة صغيرة وانا اقول ما اعتقده اذا كان هناك اجزام عربي جيد او احسن فهو قطر شهد لله افضل افضل الوحشين ما عندناش حد يعني ايه بيور 100% ما عندناش حد يعني هو يعني ايه 100% لكن ده افضل الوحشين وشفت الموقف اللي عملوا تميم وابوه لما جوم حضروا جنازة اسماعيل هنية وحاجات كده ولما عملوا في التحكس العالم بشكل بيتكلم عن الاصالة يعني فيه حاجات كده لا يعني دولة احسن الوحشين ترامب جاي وترامب من ضمن ما اعلنه في حملاته الانتخابية انه لابد من انهاء الحرب في الشرق الاوسط ولا بد من عودة الاصرة عودة الاصرة هتيجي ازاي انه حماس تسلم الاصرة طب حماس تسلم الاصرة ازاي ان احنا نضغط عليهم طب نضغط عليهم ازاي نضغط على قطر وعلى مصر وقطر زي ما انتلكوا في الاول وفي الاخر دولة صغيرة دولة صغيرة كانت تتعرض في عهد ترامب اللي فات الى الضياع يعني السيناريو اللي تحط القطر في عهد ترامب اللي فات انه ما انتبقاش في قطر تقول لكم عارفين وكلناس عارفة وتكتب في وسائل اعلامه في الكتب انه ترامب بدي دق اخضر للثلاثي اللي قاعد يزن على ودانه بين زايد والسيسي وابن سلمان انهم يقتحموا قطر ويخزوها اسكرية ويسقط الحكم ويبقى ويجيبوا نظام تابع ليه ومتبقاش في قطر ففي الاول وفي الاخر دي دولة صغيرة يعني طبقا قالت لك على ايه ملاش وجع دماغ لا يا عم احنا نطلع حماس ما يعنيش عندي وانا مش عايزة ايه ايه اللي نبني يعني او ايه اللي ينبني انا من فكرة الوساطة دي ان انا يبقى عندي قوة في الملفات مش عايزها القوة دي اللي يتسبب لي وجع الدماغ فبالتالي بغض النظر انه في بيان طلع من المتحدث الرسمي لوزارتي الخارجية هتكلم على انه يعني ليس هناك جزء كبير في المسألة وان المعلومات مش دقيقة وكده لكن انا بقولك ان الكلام ده غالبا في جزء كبير منه صحيحا وانه سيتم اخراج قادة حماس لانه يعني ايه ماش عايزين وجع الدماغ ده بيان وزارة الخارجية بتقول ان احنا يعني مش هنسيب الوساطة بس ما فيش جدية وطبعا اسرائيل مش هتعمل مش هتعمل هدنة نتنياهو مش هيعمل هدنة نتنياهو مش هوقف الحرب نتنياهو مش هيدي الحماس اي حاجة هو هيستنى لما ترامب تيجي لما ترامب يجي ويرجع له الاسرة بتوعه ويبقى هو حقق الاهداف كاميرا رجع الاسرة وضمر غزة وعمل كل عام فمش هيعمل حاجة فقطر انسحبت وهنا هتقول لقادة حماس ايش يا جماعة لم يعد هناك مبرر لوجودكو خلاص مفيش ملكوش لازمة وهنا اردد هذه المقولة التي ارددها كثيرا هذه الايام وضاقت عليهم الارض بما رحبت الحديث هنا موجه لكل مطع تحدث عن علاقة حماس بإراء انتوا عارفين موقفي من إراء اعتقد حضراتكم متابعين جيد وعارفين لكن ابدا احنا لسه بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في جوار مطعم ابن عدي في اول حلقة في يوم الطائف لما ضاقت عليه الارض بما رحبت ما انا بس بكرر الكلام لانه في كثير من اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي مكردوش معايا في اول حلقة انا بقول لما ضاقت علينا الارض بما رحبت ضاقت على اهل الحق كل جلسة بنعودها انا بعودها بقول لما يبقى معايا جواز صفر هروح فين وانا بعيش جواز صفر وانا حديث واقعد مع الناس اللي معايا جواز صفر تقولها رح فين بيدور على مكان آمن يعبد الله فيه آمنا فضاقت الارض على اهل الحق ودي من السنن لانها ضاقت على الانبياء من اول نوح الى محمد صلى الله عليه وسلم ما في نبي زي ما قاله ورقة ابن نوفا للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء احد مثل ما جئت به الا وعودي فلازم العداء مع اهل الحق فضاقت على اهل الحق الارض بما رحبت فاي واحد يتكلم على علاقة حماس بايران يقول لي بقى يروح فين ما هي الدولة العربية او الاسلامية التي تستقبل قادة حماس ما فيش دكر عندنا يقدر يقول اهلا وسهلا هم جم تركيا صحيح بس مش هقعدوا هنا بشكل دائم او بعضهم جي في تركيا لسه ما تمش النقل الكامل السؤال هنا بقى مين الدكر مين الدولة العربية الدكر تقول اهلا وسهلا ومرحبا بكم فالحين بس النظر عليهم لولهم السؤال تتعاملوا مع المجوس مع الفرس مع الروافد طب يا سيدي ما يتعاملوش مع الروافد مش عايزين الروافد قول لي بقى يروحوا فيه مين يستقبلهم مان يكون لهم حماية وعونا اذا كان نبي صلى الله عليه وسلم قال مان ادخلوا في جواري مكة فارصل الى مطعم ابن عدي مان مطعم ابن عدي هذا الزمان مان الذي يأخذ اهل حماس وقاطة حماس في جواري مفيش حد كله بيخاف كله بيجيب وراء وبعدين هتفضل كده احنا ملناش والله يعني احنا في الاول في الاخر ملناش يعني هنعترض على رباس ونعترض على قدره احنا عبيد نشغل التسليم لكن الامر اصبح صعبا الامر اصبح صعبا والله العظيم ان كنت بقول في مقدمة يعني انا عندي مشكلة تقرقني جدا مشكلة الشخصية بتاعت الجواز والاقامة وان انا ما عنديش اي حاجة خالص في اي حاجة لكن والله بعد ما سمعت الاخبار النهاردة وقت انا سيت ومشكلتي وعشت مع مشكلة خلت مش هيروح فين كان ليه اللي هيروح فين سامح مجانا هيروح فين هيروح فين وازاي وازاي هيمرسوا صراحيات انهم يصنودوا امام الامريكان وامام الصهاينة هم مش راقين متوى يتويهم ازاي وصلنا الى هذه الحالة من الضعف والهوان ازاي وصلنا الى هذه الحالة من المزلة يا امة الاثنين مليار يا امة العزة والكرامة ما الذي ما الذي حدا بك الى هذا المنحدر الزليل لا تستطيعين ان تحمي بضعة رجال لا تستطيعين ان تجيري بضعة رجال الى اي مدى وصلنا الحقيقة طبعا من ضمن الحاجات اللي بتصيب الواحد بعديد من القلم والكآبة ممكن الناس تشوفوا وش تقول لي مالك مالك ايه طيب مالك يا جماعة دوش شايفين شايفين الارض عمالة تضيق 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 ربنا اجعل لهم فرجوا مخرجي في وسط هذا يا جماعة عشان بس مقفلش الحلقة حتى لو مجاش ما يعني ما يهتز يقن بالله لحظة ان الفرج هيجي وحتى لو مجاش ما يعني نغير في قناعتنا شيء نحن نتأكد وان شاء الله لا نزكي انفسنا ونحسب ان شاء الله اننا من اهل الحق ولو ما كناش من اهل الحق ما كانش ضيق علينا هذا التضيق وكنا مشينا في سنة ابراهيم وسنة الذي ألقيه في النار وسنة نوح اللي استهزئ به قومه ألف سنة وكل الانبياء وسنة لوط اخرجوا على لوط من قرياتكم انهم أناس يتطاهرون فقولة الحق دي شرف مهما تعرضت مهما تعرضت بسببها لتنكيل لازم تبقى عارف كويس جدا انك هتدفع ثمن وإلا ما ما فيش حاجة ببلاش ما فيش حاجة ببلاش اما حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثلوا الذين من قبلكم ينفع مش هتبقى زيهم لازم تتعرض لللي تعرضوا لي فالحكاية اه يعني فعلا احنا خلاص مش قادرين خلاص الحكاية يا رب بقى يا رب بالنسبة لنا احنا يعني بتكلم على لو بتكلم علينا احنا لا احنا في نعيم عظيم اهل غزة دول الرجل اللي عرضناه في المقدمة الزعماء القادة الامر اصبح فوق الاحتمال لكن انا والله نوقن بان فرج الله سبحانه وتعالى اتسي وانتظار الفرج عبادة ونحن في عبادة ان شاء الله استبشروا انها كلما ضاقت واستحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرجوا وكنت اظنها لا تفرجوا وكنت اظنها لا تفرجوا اشتركوا في القناة